نحن مستعدون بقوة لهذه المباراة لأننا نريد أن نكرر ما حدث في عام 2013 عندما ناجيريا عادت باللقب نريد أن نعود بهذه البطولة اليوم في 2024 بالعودة إلى التاريخ عندما كنا نلعب في كودوفوار ونهزم كودوفوار دائما نفوز باللقب وبالتالي هنا لدينا على هذه الأرض الفوز على كودوفوار وأعتقد سنفوز إن شاء الله ونعود بكأس إلى ناجيريا وماذا عن مؤتمر الصحفي كان رائعا ربما لم أشارك ولكن علمت وماذا عن تحدث عن هذه المباراة أنا لم أكن متواجد أثناء المؤتمر الصحفي ولكن الجميع كان يتحدث ويظهر قدراته قدرة كل منتخب المباراة على أرض الملعب وليست في المؤتمر الصحفي عندما نرى النتائج بالتأكيد نحن سنفوز على أنجولا وأنا متأكد من ذلك 100% سنفوز ونهزم أنجولا أي فريق ربما ترشحه للفوز بالمباراة ما بين مالي والكونغو عفوا كونغو وغينيا كونغو وغينيا هناك الكونغو فريق قوي جدا أرشحه وأعطي صوتي لفوز الكونغو هم سيهزمون وسيفزون في المباراة القادمة وماذا عن الفرق العربية التي خرجت؟ الفرق العربية الفرق العربية التي خرجت مصر وجزائر والمغرب حقيقة مصر والجزائر هذه خرجوا بالحظ لأن هذه كرة القدم بضربات الترجيح وكما تعلم منتخب مصر كي يعتمد في الأساس على محمد صلاح ومع غياب محمد صلاح كان يمكن أن يساعد على استمرار منتخب مصر هذا هو الأمر إذن خرجنا لهذا السبب نعم صلاح هو أساس مع إصابة صلاح وعدم وجوده لم يستطع المنتخب المصري الوصول دعنا نصلي وندعو الله في المرة القادمة والبطولة القادمة لمنتخب مصر هذه البطولة رائعة ولديها مفاجآت كثيرة خاصة كأس الأمم يعلمون بأنه لم يعد هناك دول صغيرة أو دول كبيرة لم تعد هذه الدول صغيرة في مرحلة دور المجموعات شاهدنا العديد من الفرق التي تم تجهولها في السابق تهزم فرق كبرى رأينا الكاميرون تكافح ورأينا تعاني ناجيريا وأيضا المغرب تعاني ومصر عانت أيضا وبالتالي هذا رائع لكرة القدم الإفريقية لم يعد أمام أي فريق الاستراحة وأن يستطيع أن تكون لديه الثقة بالفوز على الفرق على الجميع الاستعداد استيقظت الفرق الإفريقية والمنتخبات الإفريقية وهما يضيف لكرة القدم في إفريقيا إضافة رائعة وبالتالي يجب على الجميع أن يأخذ الأمور بثقة ما هي استعدادات ناجيريا لمباراة الغد؟ الاستعدادات طبيعي وعادي جدا وبالتالي ولكن نحن قلقين بشأن حارس المرمى لأنه جزء هام من تشكيلة الفريق وهذه البطولة كانت رائعة للفريق أدى بصورة رائعة بالنسبة لي أحشى كرة القدم وأرى أن حارس المرمى يفكرني بعظام الحراس كومان والعديد من الحراس الرائعين وبالتالي هو يعرف ما يفعله في المباراة لذلك هو يوم الثل جزء كبير من أعمدة الفريق في التدريب الأول كان موجود يوم الاثنين ولكن الثلاثاء بدأ بشكل على استحياء ولكن نتمنى أن رأوا مئة في المئة جاهز لهذه المباراة غدا أمام منتخب أنجولا ولكن نتمنى أن تلحق به إصابة ونتمنى له اللحاق بهذه المباراة ويكون حارس مرمى ناجيريا ولكن لدينا بديل أيضا رائع ولكن لدينا ثقة أكبر في هذا الحارس الأساسي لأنه من اليوم الأول إلى هذه المرحلة كيف ترى الفرق العربية وخروجها من هذه البطولة الآن هذا كما قلت لك من قبل لم تعد هناك فرق صغيرة في إفريقيا العديد من الفرق تعانت مصر أيضا من فرق التي تعانت كانت وصلت إلى النهائي في البطولة السابقة الأنحاء خرجت من دور الستة عشر كانت هناك غانا ومصر وكيف فردي وموزنبيق كون الجميع كان يتوقع عن مصر وغانا للصعود ولكن لم يحدث لغانا خرجت غانا من دور المجموعات وخرجت مصر من دور الستة عشر ومن ثم لم تعد هناك فرق صغيرة يستهان بها وابتالي على الجميع أن يتعلم الدرس وأن يظل في رحلة تنافسية هل تعتقدين يمكن أن نرى أنجولا أو كاب فردي في النهائي والفوز ربما باللقب محتمل كل شيء لما لا رأينا مع خروج السنغال وكانت بطل هذه النسخة السابقة يمكن أن نرى كاب فردي نرى ربما أي دولة أخرى تستطيع أن تحقق الفوز ما لي أيضا الجميع هذا يعتمد على الجد والعمل والتنافسية موسيقى